تحقق الولايات المتحدة في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران وعفق وكالة أساشيات دي بريس فإن التحقيق يفحص ما إذا كان تسريب الوثائق متعمدا أو تم الحصول عليه بطريقة أخرى مثل الاختراق كما يفحص التحقيق ما إذا كانت أي معلومات استخباراتية أخرى قد تعرضت للخطر فضلا عن تحديد من كان لدي حق الوصول إلى هذه الوثائق قبل نشرها معي من واشنطن مراسلة الشرق زينة إبراهيم مهلا بك زينة زينة ضعينا في صورة تسريب وثائق الرد الإسرائيلي على إيران والتحقيق الأمريكي حول هذا فلنبدأ من التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الذي تحدث إلى شبكة CNN وقال إنه وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكي سيحصلون على إحاطة من الاستخبارات الأمريكية لتوضيح هذه التسريبات تحديدا فيبدو أن هناك اهتمام على الأقل من المخابرات الأمريكية لإحاطة الكونغرس الأمريكي بتفاصيل لحد هذه اللحظة وكما ذكرت عبد الرحمن هناك تحقيقات جارية لمعرفة من قام بتسريب هذه المعلومات أم أنها كانت خرقا ألكترونيا في الحقيقة صحيفة نيويورك تايمز كان لها مقالا مطولا صباحا اليوم تذكر تفاصيل ما تم تسريبه تتحدث عن وثيقتين أساسيتين الأولى حسب صحيفة نيويورك تايمز تقول أنها تحمل عنوان القوات الجوية تواصل الاستعدادات لتوجيه ضربة لإيران القوات الجوية الإسرائيلية وتقول أن هذه تقييم لصور من الساتيلايت الأمريكي لمواقع عسكرية إسرائيلية فهي تشرح تقييم تحرك القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى أن هناك وثيقة أخرى أيضا في حال ردت إيران تظهر الوثائق التحركات الإسرائيلية لحماية أسلحتها وصواريخها ردود الفعل لحد هذه اللحظة تبدو منقسمة حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بعض المسؤولين الأمريكيين قللوا من أهمية هذه التسريبات ويقولوا أنها لم تكشف أي من الأسرار الأمريكية بينما يعتقد الآخرين أن أي تسريبات حول خطط أي دولة حليفة في المنطقة فقد تشكل تهديد إلى حد هذه اللحظة أيضا كانت هناك تصريحات لشبكة CNN تقول أن هناك قلق كبير عند القادة الأمريكيين من هذه التسريبات عموما تقول صحيفة نيويورك تايمز أن هذه التسريبات تظهر إلى حد هذه اللحظة أن الولايات المتحدة قلق من الضربات الإسرائيلية إلى إيران وأنها لا تمتلك الكثير من المعلومات وأن هذا التدقيق الأمريكي والبحث الأمريكي يظهر بالدرجة الأولى أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات كثيرة ودقيقة أو لا تصدق في الأحرى المعلومات القادمة من إسرائيل شكرا لك من واشنطن مراسلة الشرق زينة إبراهيم وفي شأن المتصلم ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي إن أي هجوم على إيران يعني تخطي الخطوط الحمر كما أنه لن يبقى دون رد وأضف الوزير الإيراني أن طاران سترد على أي هجوم يطال أهدافا إيرانية أو منشآت نووية مضيفا أن بلاده قامت بتحديد جميع هدفها في إسرائيل كما حذر عراقتي من أنه إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها وأستدرك أن طاران لا تريد اندلع هذه الحرب نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الإيرانيين سيدفعون ثمن محاولة اغتيال رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وعفق المسؤولين فإن تل أبيب تعتبر حزب الله دراع إيران لذا فإن طاران مسؤولة عن محاولة الاغتيال ويتطلب ذلك ردا وأتشير التقديرات الصحفية إلى أن هذه الحادثة قد تدفع الجانب الإسرائيلي إلى التفكير في الرد بالمثل واستدفي قيادات حكومية إيرانية وفي الوقت الذي لا تزال إسرائيل تدرس خياراتها للرد على هجوم إيران المباشر تطرح على الطاولة خيارات عدة أبرز والهجمات السبرانية فما قدرات كل الطرف في هذه المعركة خطر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران قائم لكن في المقابل قد تندلع بين الطرفين حرب أخرى ستكون صامتة لأن موقعها في الفضاء السبراني المنافسات بين طهران وتل أبيب في هذا المجال القديمة ربما بدأت عام 2006 قبل ذلك لكنها احتدت منذ 7 أكتوبر فالأرقام الصادر عن إسرائيل تشير الأحباط 800 هجوم واسع من إيران ووكلائها في البنطقة كل هذا سبقته هجمات استهدفت البنية الحيوية في إسرائيل ومنها شبكة الكهرباء إلى جانب هجوم كبير مدمر لمسح المعلومات قبل ذلك طهران تعرضت هي الأخرى لهجمات سبرانية شريسة كان أبرز عام 2010 استهدف برنامجها النووي وتسبب بأعطال في أجهزة الطرد المركز لتخصيب اليورانيوم تلت هجمات أخرى عامي 2021 و2022 نسبتها طهران كذلك إلى إسرائيل وقد استهدفت وقتها شبكة السكك الحديدية ومحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لكن إذا ما أردنا المقارنة بين إسرائيل وإيران فإن الأخيرة كانت من أوائل الدول التي صغت استراتيجية سبرانية باتت توصف بالأقوى عالميا خصوصا بفضل الدعم الروسي والصيني وقد تضمنت إنشاء مؤسسات وتطوير قدرات تكنولوجية أما تل أبيب فتعد بالأساس قوى سبرانية كبيرة جدا وقد أعلنت عام 2022 عن إنشائها قبة إلكترونية ليست هجومية فحسب بل دفاعية أيضا تقول إنها ستساعدها في الحفاظ على البنية التحتية الحيوية للبلاد آمنة من الهجمات فقواتها العسكرية تمتلك بعضا من أقوى قدرات الحرب السبرانية في العالم والعوام الأخيرة خير دليل على ذلك فقد شهدت تطورات هائلة في قدرات على اختراق الهواتف المحمولة والتسبب بأضرار حقيقية وهو ما ظهر جليا في الخرق الأمني الأخير ضد أجهزة اتصال حزب الله وإيقاف تشغيل الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة تزود الولايات المتحدة إسرائيل بمجموعة متنوعة من الأسلحة الرئيسية بما في ذلك طائرات والمركبات المدرعة والصواريخ والسفن وفقا لمعهد ستوك هولم الدولي لأبحاث السلام فإن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة التي تشكل من أكثر من خمسة أعوام المزودة الأكبر لإسرائيل بالأسلحة التشكل واشنطن نحو ما يقرب 70% من واردات تل أبيب من الأسلحة على سبيل المثال تم تزويد جميع الطائرات المقاتلة نشطة حاليا في سلاح الجو الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة مع تعديلات خاصة للاستخدام الإسرائيلي تزويد إسرائيل بالأسلحة منصوص عليه في القانون الأمريكي منذ عام 2008 وهو متطلب لضمان تفوق العسكري النوعي لإسرائيل مما يعني أن إسرائيل لا تملك أي أسلحة متطورة في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد هجوم السابع من أكتوبر سرعت الولايات المتحدة عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل واشنطن سلمت تل أبيب الألاف من الأسلحة بموجب عقود ملتزم بها بحسب تقارير ومصادر إعلامية أمريكية وفقت الولايات المتحدة وسلمت أكثر من مئة من مبيعات عسكرية أجنبية منفصلة لإسرائيل مدى السابع من أكتوبر عام 2023 لكن ما الذي أرسل؟ تسمح إحدى عمليات البايع التي تمت الموافقة عليها في أواخر أكتوبر ببايع إسرائيل مجموعة بقيمة 320 مليون دولار لتحويل القنبل الغبية غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس إضافة إلى طلب سابق بقيمة 400 أو 3 مليون دولار لنفس مجموعات التوجيه وتشمل الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل عنظمة الدفاع الجوي والذخائر الموجهة بدقة وقذائف المدفعية وقذائف الدبابات والأسلحة الصغيرة وصواريخ هيلفاير التي تستخدمها الطائرات بدون طيار وذخيرة مدفع عيار 30 مليمتر وأجهزة الرؤية الليلية والصواريخ المحمولة على الكتف إضافة إلى قنابلة تتروح أوزنها بين 250 رطل إلى 2000 رطل وكان العديد منها قنابل تزين 500 رطل وقام البنتاجون بتأجير بطريتي القبل الحديدية المضادة للصواريخ الإسرائيلية الصنع إلى إسرائيل وفقاً لموقع بريكينغ ديفانس كما منحت الولايات المتحدة إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأمريكية في إسرائيل لتربية الاحتياجات الفورية الترقب سيد الموقف رد إسرائيل المحتمل على إيران الذي قد يدخل المنطقة في سراع إقليمي أكبر يبقى عنوان المرحلة الأبرز إسرائيل أكدت أن ردها حتمي وطرحت سيناريوات عديدة عن الأهداف تمحورت في مجملها حول المنشآت النفطية والنووية وذلك ما تخشاه واشنطن وتحذر منه منك أهداف واسع تقول تل أبيب إن لديها ما تختار منه لمهاجمته لكن الملامح الأخيرة لهذا الرد لا تزال ضبابية نهيك عن أن عمق بعض المنشآت النووية يتطلب القنبلة الأمريكية الخارقة للدروع الضخمة التي لا تملكها إسرائيل هذا ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بقولها أن تل أبيب لا تخطط لاستهداف المنشآت النووية أو النفطية في إيران على الفور رئيس الوزراء بن يمين تنياهو أعلن أن بلادها ستأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على مصلحتها الوطنية ومن هنا تقول صحيفة الأمريكية أن إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية تشمل مختبرات أبحاث نووية في إيران مع التجنب بمواقع التخصيب ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها وستشمل الأهداف المباني الحكومية أيضا أهداف يبدو أنها اتخذت بعد محادثات بين نتنياهو ورئيس الأمريكي جو بايدن بإعلانه خطط تل أبيب لضرب من تحتية عسكرية إيرانية وهو موقف تقول المصادر أنه أكثر اعتدالة من قبل وقد ساهم في قرار واشنطن إرسال نظام التاد الدفاعي المضاد للصواريخ إلى إسرائيل إسرائيل